سيد سيد عبدالغاني رئيس الحزب النصري والحزب النصري بالاضافة الى مشاركته فيها هذه المبادرة انه مصر تبقى فيه الرودة قارة الرودة لكن فيه كمان دعوة عملها الحزب النصري واكتماع مع القوى السياسية والاحزاب المختلفة لتكوين جبهة ضد الارهاب سيد سيد اهلا بيك فان اهلا بيك فانزم ومصر خير لسادة المشاهدين ويعني الرحمة والمجد للشهداء امين يا رب امين يا رب الدعوة بتاعة الحزب يا فانزم للقوى السياسية والاحزاب لتشكيل جبهة لمواجهة ومكافحة الارهاب كلمنا عنها الحزب العربي المصري قدم دعوة في يوم الوحاد وقددناها بعد الهجمة البربرية الجبانة اللي حصلت على جامعة رودة احنا دعينا الى بناء جبهة شعبية لمواجهة الارهاب الجبهة تتكون من الاحزاب السياسية ومن النقابات المهنية من المثقفين من الفنانين ازاي مصر تستعيد 25 يناير 30 يونيو كان الشعب المصري كان متوحد فيها على هدفه ازاي نجمع هذا الشعب القائد لمواجهة الارهاب ولمواجهة الارهاب بتقوده امريكا واسرائيل نحن نؤكد على ذلك الداعش والاخوان هم ادوات للمشروع تفتيت الامريكي السياسية في المنطقة العرارية وبالتالي في مصر ايضا قصدوهم هدم الدولة الوطنية وهدم الدولة المصرية احنا جايين في الجبهة الشعبية لمواجهة الارهاب نقول احنا بندعم الدولة الوطنية المصرية قواتنا المخلحة وشرطتنا في مواجهة وكمان في مواجهة هذا الارهاب القض ازاي نجمع ونشوف ايه اسباب الارهاب وازاي نواجه الارهاب الارهاب ازاي نجبت في منابعه كي تكسيف منابع الارهاب ده كلام مهم طيب الجبهة فاندم انتوا كنتوا اعلنتوا او بتفكروا في فتح حساب لا في فتح حساب للجبهة مش كده فتح حساب في واحد البنوك الكلام ده احنا احنا قلنا الاول الجبهة تشكل وتشكله في المعارضة لجنة تأسيسية من مين يا فاندم اللجنة التأسيسية من مين اللي حضرت النهاردة عشرة احنا فتحين الباب لدخول باقي الاحزاب كلها لان احنا هندعو هذه مهمة وطنية صحيح يعني اللجنة التأسيسية النهاردة بدأت بعشر احزاب استجابوا للدعوة احزاب وانقبط المحامين وانقبط المهندسين ناس ممثلين ليهم هنكمل وانقبط المهندسين عاملة يوم الاتنين اللي جاي الساعة خمسة مؤتمر اتحاد النقابات المهنية والجبهة ستشارك فيه نحن هذا الشعب لابد ان يقول انه هو مصطف في مواجهة مع الارهاب مصطف لتصحيح الاوضاع لانه الحقيقة حضرتك قلت كلمة في الاول الناس عملتهم فين الاحداث المصرية يا فندم هي اللي وقفت طب في بعض الشخصيات هي اللي وقفت ضد الاخوان وقف من الاخوان يجابه الانقاذ وعملش بعد كده تمرد سببهم احنا نحتاج الى يعني مساحة للحركة وهذا ما نطلبه من الدولة ومن الشكومة احنا نؤكد مشاركتنا في مواجهة الارهاب من غير الشعب المصري مفيش مواجهة الارهاب الامن واحده لن يواجه لازم نشرك شعبنا لازم نشرك شعبنا في فينا وشعبنا في الوحاد وشعبنا في القاهرة وشعبنا في اسيوت في كل مكان الشعب المصري يستطيع انه يواجه مع نظامه هذا الانقاذ لا تمام بسم حضرتك كيف انت هو الدعوة احنا قلنا نروح نصلي الجمعة ودعينا الكنائس والمساجد وصلاة الغائب يوم الجمعة على روح شهدائنا من اهلنا في الروضة وشهدائنا من اخوات المسلحة واشهر لكن حتى الان الجهات الامنية وطلبنا من يوم الجمعة من روحظة الحادث طلبنا من الجهات الامنية تصريح بالموافقة على الذهاب يعني احنا طلبين الطلب من يوم الجمعة حتى ساعة مضت حتى الان لم تأتينا بالقول انه بالموافقة او حتى بالرفض اه لا لكن هما بيقولونا ان احنا قلنا صلبكم للجهات على اساف انه الناس عايزة تيجي لكن لغاية دلوقتي في المنصقة نفسها فيها مطاردة للجمعة اه اه لاسباب لاسباب امنية يعني لاسباب امنية اه فيها مطاردة وفيه اسباب امنية ربما تحول او ربما تسمح هذا ما ننتظره ان شاء الله ان شاء الله واخلال عندنا اشتأجر اوتوبيسين بفعل وناس جاهزين يتابلوا لكن ننتظرين الموافقة الامنية للصف ان شاء الله احنا بالنهاية بنأكد على ان دي معركة الشعب المصري كله احنا دب تفتيت هذا الوطن الاولويات الان الخطر القادم على مصر الاولوية اللي مواجهته ثم اختلافاتنا نصف فيها او نختلف فيها فيما بعد صحيح 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 انه نكون نكون صفا واحدا لمواجهة الارهاب شو السيد عبدالغاني اي 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 انا بشكر بشكر حضرتك جدا واقسني على هذا التحرك وان شاء الله يبقى فيه اه موافقة على اه تواجد الاحزاب اه يعني عدد كبير من الناس في صلاة الجمعة في مسجد الروضة اه وعايز اقول لحضراتكو حاجة انه هبت الاحزاب اتأخرت يعني كان من اللحظة الاولى اه يمكن الحدث بتاع الروضة ده كان يعني مفزع الى درجة يعني احية الموتة يعني في الحقيقة يعني والدسي السيد عبدالغاني اه صديقه عزيز علي وكل حاجة وناس كتيرة في الاحزاب يعني اه لكن احنا كان الموتة والله اللي حصل ده معجزة انه ان تقوم الاحزاب المصرية وتتكتل وتدعو بعد فترة اه كانت فيها حرب حقيقية فاحنا امام اه معجزة فنسني على ما يفعلون ونتمنى انه يبقى اه دور ايجابي لانه هو فعلا هزيمة الارهاب اه اه مسئولية الجميع اهلا 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 اه اشتركوا في القناة